انتشار أمني كثيف شهدته العاصمة بغداد منذ فجر الثلاثاء استعداد لتظاهرات كبيرة أعلن ناشطون عن تنظيمها للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء عمليات القتل والخطف التي طالت زملائهم طوال الأشهر الماضية وانتشرت القوات الأمنية في العديد من الساحات والشوارع الرئيسة بعد إعلان المتظاهرين تنظيم رحلات من المحافظات الأخرى إلى بغداد للمشاركة في التصعيد السلمي الذي يهدف إلى إيصال رسالة للسلطات بضرورة وقف مسلسل الاغتيالات والقصاص من منفذيها فضلا عن المطالب السابقة المتعلقة برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة الفاسدين ولم تسلم التحشيدات والتحضيرات التي نظمها ناشطون طوال الأيام الماضية من حملات تشويه وتسطيح للحراك الشعبي لا سيما من العاملين في الصفوف الإعلامية للميليشيات الولائية حيث عملت تلك الجهات على الترويج بأن تظاهرات اليوم مدعومة من جهات خارجية فيما ذهب آخرون إلى اعتبارها جزء من محاولة تفعيل خيار تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل وإبقاء حكومة مصطفى الكاظمي اتهامات تعود عليها المتظاهرون ولم يعودوا يلقوا لها بالا ويقول ناشطون إن تظاهراتهم تؤكد أن حراكة شرين لا يزال مستمرا ولم ينتهي كما تروج الأحزاب والميليشيات لا سيما بعد انضمام شرائح جديدة كالخريجين والمتعاقدين في الدوائر الحكومية الذين يتظاهرون منذ أشهر للمطالبة بالتعين وتثبيت فضلا عن الكسبة الذين أوذوا من القرارات الاقتصادية الأخيرة وغيرهم من المتضررين من الفساد الحكومي ويؤكد المتظاهرون أنهم تعرضوا منذ انطلاق ثورة تشرين لشتى أنواع القمع والأذى لكنهم باتوا اليوم أكثر تنظيما وإدراكا بالعمل السياسي والوعي الاجتماعي ناهيك عن تمتعهم بالحس الأمني ما يعني أننا أمام موجة جديدة من حراك تشرين قد تتبعها موجات أخرى تتشابه أو تختلف في التكتيك والآليات لكنها تتحد في الغاية التي خرجت من أجلها وهي التخلص من نظام المحاصصة الطائفية وكل إفرازاته المدمرة ترجمة نانسي قنقر